أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال إن إجمالي عدد الطلاب اللي سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق للقبول بالجامعات بلق حتى الآن 91 ألف طالب أضاف الشيحي إن الوزارة تتابع يومياً أعمال تسجيل رغبات طلاب التانوية العامة على مستوى مكاتب التنسيق بمختلف المحافظات وأشار وزير التعليم العالي إلى أن نسبة الطلاب اللي بيسجلوا رغباتهم من المنازل أكبر من المترددين على مكاتب التنسيق مؤكداً أن كل ما يتردد عن إلغاء مكتب التنسيق لا أساس له من الصحة والعمل بيتم من خلال مكاتب التنسيق الرسمية كمان الشيحي قال إن تنسيق الشهادات العربية هيبدأ الأسبوع المقبل من خلال فصلها عن الشهادات الأجنبية مؤكداً عدم وجود نية لإعادة النظر في نسبة الخمسة في المئة المخصصة لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وأن الوزارة ملتزمة بالنسب المقررة الشيحي أكد إن تقرر تنسيق الشهادات العربية عن الأجنبية بعد الشكاوى المتكررة من الطلاب وأولياء الأمور بشأن التقدم للالتحاق بالجامعات المصرية والتأخر حتى بدء الدراسة ما يجعل الطلاب تحت ضغط متواصل في ظل بدء الدراسة بالكليات المصرية بعد منتصف سبتمبر ترجمة نانسي قنقر